كل يوم عندنا تغطية شاملة ووفية لفعاليات معرض القاهرة الدولي والنهاردة خلينا نوريكم كم الزخم الثقافي اللي موجود عند دور النشر المصرية المشاركة في المعرض واللي لاقت إقبال كبير من القراء على الأعمال الثقافية ده غير طبعا الندوات والفعاليات الثقافية المهمة واللي كان أبرزها ندوة بعنوان نحن والحضارة والنقشة تاريخ الحضارة المصرية القديمة بمشاركة مجموعة كبيرة من النخب والمؤرخين إذا كنت بتدور على مكان مناسب لقضاء إجازة نصف العام فما فيش أفضل من معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بيناسب كافة الأعمار من الكبار للصغار النهاردة نقودكم في جولة في خامس أيام فعالية معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بيقام في مركز المؤتمرات في التجمع الخامس في مركز المؤتمرات بالتجمع الخامس بيتوفد المئات لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بيشهد زخم ثقافي ومعرفي كبيرة دور النشر المصرية المشاركة في المعرض لاقت إقبال من القراء على عدد من الأعمال سواء كانت روائية أو خيالية خلال الأيام الأولى منذ افتتاحه وابطرب إجمال عدد الزائرين من مليون زائر فأول خمس أيام للمعرض معرض القاهرة الدولي للكتاب من الستينات القرن الماضي يعني أكتر من خمسين سنة الدورة ديها الـ 54 القوة النعمة لمصر معرض القاهرة الدولي للكتاب بيجمع ملايين الكتب مئات من دور النشر ألاف العارضين معرض القاهرة الدولي للكتاب زي ما حضرتك شايف بيجمع بين الأمسية والكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب أنا ما بسموهش معرض أنا بسميه متحب صغافي بيجمع كل الكتب في مختلف المجالات في مكان واحد نحن بنجيب دور النشر اللي ده برا مصر أنا بالنسبة لي أنا بيشتري كوتف منون فبالنسبة لي منوسخ اللي هي الموجودة في مصر بلغة العربية وليلة جدا أو بلغة الإنجلزية بتبقى غالية أن أشتريها من برا مصر أو أن أجيبها عن طريق شحن دولي أو عن طريق شحن أحد نازل مثلا من برا مصر وكده فبالنسبة لي دي فرصة كويسة من المعارض الدولي بتيجي تمام بدور النشر الأجنبية بيقدر أشتري منها بأسعار أقل من أجيبها من برا بالضافة كمان الأسعار للشحن الدولي هو والله حاجة جميلة أن مصر بكون ده أاما للعلم والولماء أن طبعا يعني المعرض مش بيجمع مصر بس بيجمع العالم كله في مكان واحد والحمد لله يعني فيه كتب كتير متوفرة هو المعرض عظيم جدا موجود فيه حاجات كتير ثقافات متنوعة فيه الجانب العربي طبعا متواجد كل الدول متواجدة الصراحة يعني التنظيم رائع كل حاجة منظمة وجميلة في المعرض عندنا فعلا مصر رائدة في الثقافة وفي كل النواحي أنا مبسوط أكتر باللي أنا شفت جوا أكتر من أنا جيت لأن ده كان حلمي من أكتر من خمس سنين إن أنا جي قبل كورونا والكلام دوت فأنا شفت جوا حاجات على حضارة مصر وكتب جميلة جدا مش هتلغر هنا فهو ده اللي بساطنا أكتر من اللي أنا جيت أصلا حققاتي حلم من زمان كمان أقيمت عدد من الندوات والفعاليات الثقافية المهمة في اليوم الخامس واللي كان منها ندوى بعنوان نحن والحضارة واللي اتكلمت عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة بمشاركة عدد من النخب التاريخية والمؤرخين اشتركوا في القناة